اوكي راسبنا وزي ما نشايفين القلوب ياب سلسلة جديدة ماني كرافت هاردكور يعني اذا مد تنتهي السلسلة فالمين دحنا خلينا نبدأ نجمع الخشب ونسوي كرافتينج وستيك وجيب احلى بيكاكس وخلينا نبدأ نجمع الكابلستون نسيت اقول لكم انه هذه السلسلة ما هي سلسلة طبيعية لاني راح اصوي فيها اشياء مجنونة زي انه في هذا الحلقة راح اصيد الف مرة يعني راح اعيد هذا الشي الف مرة حرفيا واعتقد اني راح اطول شويتين فالمين بعد ما جمعت الكابلستون سويت اغراض بالحجر وبعدها اهم شي بديتك انت للخرفان عشان اسميه السرير طبعا وهنا قررت هذا الشي اوكي شكله هذا الكهف سطوري لازم ننزله فعشان كذا بديت بتجميع الخشب اعتقد انه هذا الكمية تكفي وطبعا لازم نجمع الاكل كمان لكن قبل هره وسط الحصان وبعدها حشرته راح نجعلك بعدين اوكي طيب ذحين خلينا نكمل اعتقد انه كذا يكفي دقيقة دقيقة ايش هو هم الزوم بتجمعه كذا اه اجده اعطينا اللي اعلا راسه اوكي جلال فعشان كذا خلينا نسوي السرير وننام وصباح الجوع فالمين بعدها نزلت الكهف وبديت اجمع الفحم واطبخي الاكل وبعدها شفت مجموعة من الوحوج وقلت اني افجر الكريبر يخلص عليهم لكنه ببغا يخلص عليها كمان معاه لو كنت قريب من الكريبر شويتين فكانت السلسلة انتهي حرفيا وبعدم طبقت كل الاكل وسويت شموع جاء وقت ان يتعمق في الكهف اكثر وهنا لقيت انه الموية سويت شغل اسطوري ما حد من الوحوش قادر يطلع من هنا فانما يمتخلصت عليهم كلهم لكن لما نزلت اخذ اللوت الاقي زوم بالغرقان موجود وبغى يكتلني لكني اجترت عليه لا سألوني كيف ما شفته بس صراحة زبطوني بالذروع قولي يا كثرهم وهنا سويت اقوى سبرنت يا رجال ياخو ما بغى السلسة تنتهي وانا ماشي في الكهف لمحت هذا الشي واللي هي بوابة النذرة المحطمة ولقيت في صندوق تفاح ذهبي وشيس بليت بتطويرات سطورية اوكي خلنرجع للكهف والله انه الموية كفو شالت ام الكريبر واخيرا لقينا ايرون ايوا يا اخي كده تصبيط الصح لكن حظي صار سيء وانبعث فطرعت ان اكل جودن ابل والزوم بيقعدين ينحقوني لكن حظي صار كويس وزوم بيعطاني السيف حقه وكان مطول لكن تطوير ابو كلبي وهنا يبدأ الخوف اللو من جد لاني شفت منطقة الواردن فبديت انزل بحذر وفجأة اتفاعل ذه الشي اللي ما عرفش اسمي وقلت خلاص خلنا نحذف العالم وهذا ونسوي عالم ثاني يصرف لنا لان انا حنموت حنموت من الواردن بس الواردن ما طلع فاقول شكل خايف مني وكسر ذه الشي لانه احس قاعد طاك طاك عليها وعطاني اكس بي اوكي شي حلو وبعدها كمل طريقة وانا مشفت لكن انطفج فاكمل طريقة عادي وكان هذا الشي قاعد اتفاعل وانا كنت على عصابي وما ابغى الواردن يطلع وما اخفي لكم من الواردن هذا فجاني وكمل طريقي بدون ما الواردن يطلع وبعدها لقينا واخيرا الدايموند وكان حبه واحدة بس وكمان لقيه الدايموند لكن حبه واحدة كمان وتحته بالضبط كان فيه اربع حبات دايموند لا لحظ بدي تحسن وبكذا صار معانا ستة حبات وبعدها كملت كيفين طبيعي وطلعت من الكهر يا اساطير وصلنا للثلاث وستين الف مشترك فشكرا على هذا الدعم الخرافي وخلينا نكمل وبعد ما مشيت ثلاثمينة بلوكة تقريبا لقيت قرية واعتقد اني راح تكون في هذا القرية حاليا الى ما الاقي منطقة كويسة وطبعا اول شي سويت اول ما دخلت القرية اني اكتر الايرون غولم وبعدها بدأت استكشف القرية الى ما لقيت هذا الصندوق وكان فيه لبسيديا فصار يمديني نسوي الات التطوير وقفت على كل القروين اللي في القرية وبكذا صارت القرية فاضية من القرويين اعتقد انه هذا حيكون بيتي حاليا وبعد ما رتبت البيت من الداخل لازم ارتب اغراضي كمان واهم شي وذا حين خليني نبدأ رحلة الالف صيدة واخيرا يا اخوات اعتقد ان المطولين او ممكن بسبب الليل اوكي ذا حين خليني نكمل نصيد يعني فيه تحسن شويتين فالمهم كملت اصيد لكن حسيت انه مكان صغير شويتين فقررت اني اروح لمكان اكبر ممكن انه حظ يكون افضل هنا ووصلنا للفل الثلاثين وبعدها اجبنا ال160 صيدة لو طيحنا اترايد انت اش كان يصير فالمهم بعدها سويت آلة التطوير ولازم ان اطور الصنارة لكن ان بريكينج ما له فايدة وفي هذا البر اللي احط الاغراضي لتطلعني من الصيد وحاول اني ما استعملها لما اخلص الالف صيدة وقررت اني استخدم الليفل عشان لا يروح على الفاضي وانا قاعد اصيد وفي الصنارة دائما يطلع لام بريكينج ونفس التطويره ما يتغير ابدا لام بريكينج فقررت ان اجرب حظي واشف للمرة الثانية لكن ما فايدة نبغى اقل شي لوره او اي شي يعني على اقل قدرنا انطور الدروع وبعض الاشياء فالمهم كملت اني اصيد وبكذا وصلنا المئتين صيدة وهذه هي الاغراض اللي جبتها الى الان وبعد مدة وانا امام البحر قاعد اصيد واصيد واصيد الي اما اجبت ثلاثمية صيدة هذه الاغراض اللي قدرت احصلها وصراحة الصيد تاعف فلازم نخليه تماتيكي فعشان كذا سويت الي بكاكس دايموند ونزلت الكهف لجنب القرية والخطة واللي هي اني لازم نلاقي لافا ولقيت اللاش كيف حنستفيد منه بعدين فالمهم لقيت لافا واخدته بالبكت وبعدها بديت اكسره الوبسيديان الخطة كانت ان ناخذ لافا ونرجع البيت لكن ما يضر اذا اخذنا الدايموند كمان وشلت شويتيه من الكريستال وبعدها اطلعت من الكهف خررت اني اجرب حظي واطور الصنارة لكن ما في فايدة فالمهم بعدها سويت المنظر وعاص الصواعر ادري اني تترجم وتعوب عليها وذا حين خليني نسوي تومتك فيش فارم وبكذا صارك فيش فارم جاهز وصراحة افضل بكثير مني يصيد كذا عادي وفي الصيدة 462 قررت اني اشوف الاغراض اللي قدرت اجيبها واخيرا لقيت صنارة اسطورية والله جدا حتفوق عليها ازمة وفوقها لقيت كتابين خمف وشاريين وكتاب عادي فالمهم على طول شلت صنارة اسطورية وبدأت اصيت فيها وبعد مده وبالتحديد في صيدة 510 قررت اني افتح الصندوق واشوف اني لقيت صنارة لكن بالتطوير اللي انا ابغاها حرفيا واسريع شلت ودمجت مع صنارتي وصار عندي افضل صنارة في ماني كراف فزي ما تشوفين قديش ان الصنارة السريعة وهذا جدا حيساعدني ياب وصلنا لثمانمية صيدة خلينا وريكم كمية الاسماك اللي جبتها ابدا ما راح نخاف من ناحية الاكل وخلال الوقت اللي كنت قاعد اصيت فيه زرعت شويتين من القمر وبعد ما كبر حصدته وحاولت اني جمع كمية كبيرة من قصب السكر عشان راح نستفيد منه بعدين وحفرت الارض وبعدها حشرت البقارتين وبداية تكاثرهم وهذا كله سويته عشان آلة التطوير المهم وبعد هذا كله ارجع وكمل اصيل الان ما وصلنا واخيرا الى الهدف حقنا واللي هي الالف صيدة ويبي اخوان صدنا الف مرة حرفيا واذا حان خلينا نشوف الاغراض اللي جبناها سمك بانواع وكميات رهيبة شويتنا اشياء ما لها قيمة اغراض اسطورية بمعنى الكلمة زي كتابين الميندك والفورشين ثري والسليك تاتش وباقي الكتب كمان كويسة وصنارة وبو مطورين وكمية حلوة من السدل والنيمتاك المهم بعدها قررت ان ادمج بيكاكس الدايمون مع الفورشين ثري واليفيشينسي والميندك واليفيشينسي والله البيكاكس صار سريع وبعدها دمجته البول اول مع الثاني وبعدها دمجته مع الثالث وبكذا صار معانا اقوى بو حرفيا وافضل بيكاكس من ناحية التطويرات اوكي قرب قرب خانعطيك السمك حلو وبكذا صار عندنا الحيوان اليف انتوا بكرامة اكتبوا الاسم في التعليقات لهذا البسة اطبخ السمك يا حبيبي والله من شواله لما اطبخ كل السمك شوفوا الزحمة لازم اسألهم حضيره لكن مو ذحين تذكرون الحصان اللي روضته في بداية الحلقة انا رايح اجيبه اوكي نسيت شي مهم وذا حان انا رايح اجيب الحصان وانا رايح لقيت حصان فروضته وصراحة كان سريع لكن ما يعرف يكفز وبكذا وصلنا للحصان المنتظرنا من بداية الحلقة وكان قفزه جدا كويس لكنه ابطى بشويتين من الحصان الثاني ولقيتنا قرية ثانية في هذا الغروب الجميل يكفي كذا تأمل وقابل ما نروح لاستكشف القرية خلينا نشوف اللوتن الموجود في الصندوق اقل شي في جولدن ابل ولقيتنا حصان في القرية ومعروف انه احصنة القرية تكون اسطورية فروضته على طول ومن جد كان اسطوري قفزه عالي سريع كمان او ممكن مواسرع شي المهم اني رجعت بيلو البيت وراح اجيب باقي الاحصنة كمان وبكذا يوصل الى نهاية المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك والتعليق وشوفوا هذه المقاطع اذا ما شفتوها وبس مع السلامة